قتل رجل الأعمال محسن صالح الرشيدي ونجله وحفيده بنيران مسلحين في مدينة يافع بمحافظة لحج وقالت مصادر محلية إن المسلحين أطلقوا النار على رجل الأمن محسن الرشيدي ونجله علي وحفيده نصر أثناء تواجدهم داخل سيارة في سوق الرابع عشر من أكتوبر في منطقة لبعوس وشارت المصادر إلى أن الواقع أسفرت عن إصابة سبعة آخرين بعضهم من حراس رجل الأعمال الرشيدي وكذلك أصب مواطنون صادف أن تواجدوا في موقع الحادثة